اشترت البنوك المركزية اكبر كمية من الذهب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حيث اصبحت السلعة تحوطا متزايد القيمة ضد عدم الاستقرار العالمي المتزايد وفقا لموقع بيزنس انسايدر الامريكي واشارت تقارير اعلامية الى ان مبيعات الذهب تعززت مع المستويات القياسية التي بلغتها الديون الحكومية الامريكية والتي زادت عن اثنين وعشرين تريليون دولار مما يجعل الاصول المحتملة الاخرى الخالية من المخاطر موضع شك ويمكن ان تزيد من ارقام التضخم ويجري تداول الذهب حاليا في حدود الف وثلاثمائة وعشرة دولارات للأوقية بزيادة تصل الى عشرة بالمئة عما كان عليه الحال قبل خمسة اشهر ومن المتوقع يتواصل ارتفاع الطلب على الذهب في وقت يظل العرض ثابتا في افضل الاحوال الامر الذي يعزز قيمة المعدن الاصفر لدى البنوك المركزية والمستثمرين على حد سوا الذهب هو اهم واكثر المعادن النفيسة انتشارا واقتناء الذهب رغبة دائمة لدى الافراد والدول متمثلة في البنوك المركزية كما انه يشكل الجزء الاهم الاحتياطات لدى الدول ونظر للقيمة المادية والمعنوية التي يتمتع بها المعدن الاصفر سرعان ما تحتمي البنوك المركزية به في حال وجود مخاطر اقتصادية او سياسية وهذا بالتحديد ما تفعله البنوك المركزية حول العالم في الاونة الاخيرة فلا تزال البنوك المركزية المشترى الاكبر للذهب في العالم وحسب تقارير اخبارية فان البنوك المركزية حول العالم تشتري كميات ذهب بمعدل لا مثيل له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في وقت تدفع المخاوف الجيوسياسية وقوة الدولار الى تغيير في النظرة الى الاصول البعيدة ارى المخاطر فضلا عن مجموعة عوامل ادت الى اقبال البنوك على المعدن الاصفر منها المخاوف المتعلقة بالديون الحكومية وقضايا العرض وادراك ان الذهب يعطي عوائد افضل من الاصول الاخرى ويعد الذهب الملاذ الامن القديم الحديث اذ يحتل المعدن الاصفر مكانة كبيرة في الاقتصاد العالمي فهو المعيار الامثل لتحديد غين الافراد والشعوب وكان السبب الرئيس في العديد من الحروب ودائما ما ارتبط اللجوء للذهب بالخوف فمثلا ارتفع سعر اوقية الذهب نحو 100 دولار منذ تصويت بريطاني لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي نتيجة للتخوف من التأثيرات السلبية لهذا الامتحاب السودان يمتلك احتياطات كبيرة من خام الذهب تجعله وشهة محتملة لكثير من الدول والشركات الراغبة في الاستثمار في مجال الذهب خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الطلب على الذهب وحم اقتنائه التي اصابت معظم البنوك المركزية في العالم وهي فرصة ثمينة ينبغي على السودان اهتبالها بافضل ما يكون فهل الحكومة منتبهة لهذه السانحة؟ وهل في مقدورنا استجلاب مستثمرين ورؤوس اموال اجنبية لتحقيق الفوائد الاقتصادية المرجوئة للبلاد من هذا المورد النفيس؟ ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم الينا من الخرطوم الاكاديمي والمستشار المالي دكتور طه حسين مرحبا بك دكتور طه في البدء اذا هناك اقبال متزايد على اشراء الذهب عالميا ترى ما هي العوامل التي ادت لهذه الزيادة الكبيرة في الطلب على الذهب؟ طيب بولا بسم الله وصلاة والسلامة ورسول الله الوضع الان في الاقتصاد العالمي مؤشر ان الذهب اصبح ملازن امنا وبعض المشاكل الجيوسياسية الموجودة الان في امريكا من الحراك او العراق الموجود ما بين امريكا والشركات الكبيرة من الضرائب او من التعاملات داخل امريكا الاتجاه الروسي هو في البداية الروسيا اشترت حوالي نتكلم عن الاتجاه بالنسبة للبنوك المركزية حوالي 365 طن اللي هو الزيادة بالنسبة للعالمية ودي ما سبغتها الا في تقريبا في بعض ازمة صدمة نيكسون في 71 وهذه الزيادة تبعتها خمسة بنوك مركزية نسبة لان الذهب الان اصبح ملازن امنا وبعض القراءات تقول ان الازعار المقرية بالنسبة لانخفاض في الذهب في الفترة الاخيرة هي كانت مؤشر للبنوك انها تتجه نحو الذهب بالذات البنوك المركزية الذهب الان ارتفع في العام 2018 مقارنة من العام 2017 حوالي 74% من العام 2017 وهذه الزيادة مؤشر عالمي موجود لان نسبة احتياطات الذهب بالنسبة للبنوك فاقت 76% من حجم الاحتياطات الموجودة لدى البنوك المركزية حول العالم نسبة للشراء بالنسبة لروسيا كانت العقوبات الامريكية الموجودة او الاقتصادية لروسيا جعلت من المحفظة الروسية اللي هو من بيع من السندات الامريكية بالنسبة كبيرة جدا واللجوء او الاتجاه نحو شراء الذهب كملاز امن بالنسبة للاقتصاد الروسي نعم زيادة الاقبال على شراء الذهب مع استقرار الكميات المعروضة يرشح الازعار الى الزيادة بطبيعة الحال كيف يمكن قراءة مستقبل المعدن الاصفر على ضوء هذه المطيات؟ اولا طبعا الزيادة استمرت حسب تغييركم 10% اليوم الذهب حوالي 1325 دولار بالنسبة للانصة وهو ارتفاع متوقع انه فيه زيادة بالنسبة للاغبال او الطلب العالمي للذهب كما ذكرت في بداية كلامي انه اصبح الملازل امن وكل اغلب البنوك بما فيها البنوك العربية دعني نتحدث عن البنوك الاول احتياطات العربية بنجد ان هناك بعض الدول تعاني في اقتصادياتها من المشاكل ولكن على الرغم من ذلك اخذت ترتيبا مميزا ضمن الدول العشرة في افريقيا عربيا كسوريا والاردن والمغرب حتى بدخولها لدول العشرة ب22 طن التقييم لحجم الذهب الموجود كواحد من الاحتياطات او من السلة الاحتياطات لدى البنوك في الوطن العربي بشكل عام بنجده ضعيف يعني الترتيب رغم عشرة اللي هي تلقاها دولة غطر اللي هي حوالي 12.4 الاردن تلقاها 12.8 طن وهو مؤشر انه اعتماد الدولة على الذهب ابتدى في التزايد هذا التزايد بيؤثر ايجابا على استغرار الدولة وتقييم نسبة لان المشاكل اللي موجودة في الدولار على الرغم ان الدولار له عاميا بالضبط في انتعاش موجود لانه ارتباط الدولار برضو ايضا بالعملات اللي موجودة في اوروبا اليورو او دول اليورو والمشاكل الملمة بدول اليورو كملاز بالنسبة لسلة العملات الموجودة كاحتياطات بالنسبة للدول العربية او بالنسبة لدول العالم نجد الكويت كذلك لا تعتمد على الدولار في حد ذاته بل تعتمد على سلة العملات التي هي من ضمنها اليورو واليين الياباني ودخل حديثا الإيوان الصيني لكن الكويت بتمتلك تقريبا حوالي 79 طن أو أزيت كإحتياطي أيضا للبنك المركز الكويتي فدي كلها مؤشرات لما نجي نقارين إن شاء الله في الحلقة أو في الحدث اقتصادي مغارنة ما ينتج السودان أيضا هناك اتجاه لإيجاد فرص بديلة لعمليات الصادر بأن يكون هناك احتياطات للدولة نعم نحن في السودان كيف يمكن أن نستفيد من هذا المناخ وهل نحن مدركون لحجم الفرص التي يتيحها لنا هذا الوضع دعنا نتحدث عن الأرقام التي جاءت في العام 2018 بالنسبة لإنتاج الزهب وليس الاحتياطي السودان معلوم أنه هو صاحب موارد كبير جدا بالذات في المعدن النفيذة الذهب كان مخطط في البرنامج الخماسي للموضوع للعام 2018 أنه السودان ينتج 92 لكن الإنتاج كان 93.6 طن وبالنسبة مقارنة بالإنتاج أول مخطط للعام 2018 من الشركة السودانية للموارد المعدنية ووزارة المعادنة سابغا كان حوالي 95 طن أي بنسبة أداء 99 وهو مؤشر جيد لكن عندما ندخل في تفاصيل هذه النسبة نجد هناك كثير من المعدلات الموجودة التي تؤثر سلبا على إيجاد احتياطي لدى البنك المركزي 93.6 طن هي مقصبة حسب الموارد الشركات المنتجة أو شركات الإنتاج أن تجد حوالي 7% أو نتكلم عن حكاية بتاعة 7 طن و265 كيلو إضافة إلى شركات المخلفات أن تجد حوالي 8 طن من أي شركات التعدين التقليدي أن تجد حوالي 74 طن أي بنسبة التعدين التقليدي نتكلم عن تقريبا 84% من الإنتاج وشركات المخلفات وشركات الإنتاج التي أنتجت 16% شركات الإنتاج والمخلفات هي شركات لها رقابة من قبل الدولة ومتابعة أما شركات أول التعدين التقليدي هو المعضل الأساسية لو قارننا فقط التعدين التقليدي ووضع كاحتياطي لغفز بالسودان في ترتيبة الدول العربية إلى 6 تقريبا أو الخامس من حيث الاحتياطيات لكن هذه المعضلات الموجودة من ضمنها التي هي التخزين والحاجة الثانية التي هو التهريب وتانية عملية المعايرة بالوحدات التي موجودة ما هو منتج فعلا والتي موجود لدى البنك المركزي العام 2018 صادرات البنك المركزي حوالي 22 طن يعني عندما نتكلم عن إجمال الطن أو إجمال حجم المبالغ المنتجة أو حجم الذهب المنتج حوالي 93 طن و600 كيلو مقارنة بالمصدر 22 طن منجد أكثر من حوالي 75% غير مستغل أو غير مستخدم البنك المركزي يتعامل مع هذه الكميات لسد حاجيات أو الأزمة الاقتصادية اللي مروا بها البلاد هذه الأزمة ما لم تحل ما لم تكن هناك حلول جزرية لها لن يستطيع البنك المركزي بإيجاد رغم الإنتاج الكبير احتياطات تكون له ملاز آمن للمشاكل اللي بيعاني منها الاقتصاد العالمي كمؤشر المؤشر الثاني هو خروج السودان من ضمن المعايير الدولية للحظر الموجود تماما أنه يفكر كما وجد في بعض الوسائل الإعلام أنه في مارس 2020 توجد حل لمشكلة حل اسم السودان خارج أو استخراج اسم السودان من قائمة الإرهاب هذه المعضلات الدولية تجعل السودان بعيدا عن التقييم العالمي أو الاحتياطات العالمية ولكن إذا وجدت هناك سياسة رشيدة يستطيع البنك المركزي بناء احتياطيات بدلا من بناء صادر لحل مشكلة الغاز ومشكلة البترول ومشكلة القمع ما هي أنجع سبل لتحقيق الفوائد في ظل هذه الظروف بمعنى كيف يمكننا زيادة الانتاج من الذهب وسيطرة على المنتج منه بحيث يعود بالفائدة على الاقتصاد القومي إذا نظرنا للمتابعين أو المراغبين لقطاع الزهب في السودان نلقى المشكلة الأساسية الموجودة التي هي توفر المواد الخام من الجازولين والمواد الخام لعمليات الانتاج نسبة للمشاكل الاقتصادية بعانا منها ارتفاع أو نقصان القوى الشرائية بالنسبة للجنيه وارتفاع الدولار مغابل الجنيه الحاجة الأهمة منها تخصيص الحصائل الصادر بالنسبة لشركات الانتاج للاستيراد وذي مؤشر أنه يخدم كثير من شركات الامتياز أو شركات الانتاج لأنه جدد بالذكر أن شركات الامتياز يصدر حوالي 70% وفق القانون أو اللوايح البنك المركزي و30% تباع للبنك المركزي الشركات المخلفات تصدر فقط 15% 85% تباع للبنك المركزي وهذه الكميات لو ذكرنا الشركات الأكثر انتاجا لشركة اليانس هي شركة روسية بشراكة مع الحكومة السودانية حوالي 75% الحكومة لروسيا و25% للسودان لكن لما نجل الانتاج الذي يبالغ حوالي تقريبا 51% من شركات الانتاج أو الامتياز هي أنتجت حوالي 51% من الانتاج أو 4% من الانتاج الكلي المعلن وهذا الانتاج الذي يصهر حاليا أو جليا بالنسبة لنا هو طبعا هناك بعض المستخلصات منه كالضرائب تأخذ عينا كالذكاة تأخذ عينا كالعوادق الجليلة أيضا تأخذ عينا وهي تعد مبالغ مضافة للدولة الإدارة والسياسات هي المطلوبة الآن لتمكين البنك المركزي أنه يوضع احتياطات وتشجيع المنتجين تشجيع المنتجين لأنه الآن نتكلم عن الجازولين وصل في السوق السوداء لسعر 35 جنيه وهناك اتجاه أنه ولم ينفذ بعد حوالي 18 جنيه للتر الجازولين ممكن يشجع الانتاج ويزيد من عجلة الانتاج لأن المباع من شركات أو المسلم من شركات حوالي 2.4 طن للبنك المركزي لأنه هناك نسب كبيرة جدا الآن مخزنة نسبة لأنه الذهب نفسه أصبح مخزنا للقيمة إذا كان البنوك المركزي العالمية أصبح الذهب ملاز لها أو ملاز آمنا نلقى أن المواطنين أيضا لجوا لتخزين الذهب كملاز آمنا نسبة للتضخم ونسبة لعدم استقرار سعر السر المحفزات من الدولة وضع سياسات رشيدة كان من فترة الدولة وجهت تقريبا غرف المصدرين أو شعبة تصدير الذهب وصدرت حوالي تقريبا 100 طن ليس أكثر كمرحلة أولى ولكن هناك بعض العقبات يجب للبنك المركزي مداركتها ويجب أن تكون هناك سياسة واضحة معلنة من قبل البنك المركزي حتى يتم إيجاد احتياطي آمن وملاز معروف أنه الذهب هو من المعادنة الناضبة لكن لا بد من إدارة بطريقة سليمة في جانب هذه السياسات نعاني من مشكلات جمع متصلة بالسياسات المتعلقة بإنتاج وبيع واشراء الذهب إلى أي مدى يمكن أن تحد هذه العقبات من استفادتها من الهجم العالمي على شراء الذهب وكيف يمكن تجاوزها؟ الآن إنتاج نفسه محتاج أيضا موجهات من الدولة لعملية التسويق لأن التسويق الخاريين أولا الجهات اللي مجمع لها ونسبة للمشاكل الدولية اللي وقع فيها الدولة هي برضو مؤثر سلبي بالنسبة لعملية انتشار الذهب كمبيع يعني إحنا الإنتاج عندنا كبير والأرض موجود فيها الذهب بكميات كبيرة لكن عملية الترشيد الإنتاج نفسه تحتاج لمراجعة بالذات لشركات التعدين بعض الشركات اللي نحن نتوقع في 2020 اللي هو منع مادة الذهب من الدخول في الإنتاج وذي حد أثر على التعدين التقليد أيضا فلا بد من وجود بدائل لأن التعدين التقليد نحن نتكلم عنه اللي هو بمسل حوالي 75% من الإنتاج لأنه هو الآن تقريبا حوالي 74 طن وده زي ما ذكرت لك في بداية الحلقة لو تم وضعك احتياطي يجعل السودان في مراتب متقدم عالميا ومن حيث الاحتياط يعطي وليس الإنتاج في مراتب متقدمة جدا لذلك لا بد للبنك المركزي من إيجاد محفزات ومن ذلك من وزارة النفط والمعادن والغاز إنها تسهل من عملية توفير الجازوليين وتخصيصه بالنسبة للقطاع التعدين لأنه الآن هو الحل الآن الرغم أنه موجود حلول كثيرة كالذراعة وغيرها لكن الآن الحل الآن والسلعة السريعة خصوصاً أنه العالم الآن في ارتفاع في سعر الذهب ويمكن يكون مؤشر جيد لحل عديد من المشاكل بالنسبة للدولة نعم الحكومة ظلت تشكو من الفاقد الكبير من نتاج الذهب وعدم سيطرتها على نسب كبيرة من المنتج ما هو تأثير هذا الأمر على توظيف مواردها لصالح الاقتصاد الكلي؟ طبعاً المؤشر واضح أنه نتكلم عن 75% من الإنتاج الذي هو موجود في القطاع التعدين التقليدي وإدارة هذا القطاع صراحة من سنوات وصعب جداً إدارته نسبةً للأراضي الشاسعة للسودان ونسبةً لأن هذا النوع من التعدين إدارته تكاد تكون فيها نوع من الصعوبة لأن التهريب أصبح سمة أساسية لهذا النوع من التعدين الموجودة الآن من الدولة التي هي وجود محفزات للمعدنين سواء كان التعدين التقليدي الشركات الامتياز وشركات المخلفات إدارة سهلة ومراقبة لكن التعدين التقليدي لا بد من وجود محفزات لجذب كمية كبيرة جداً من الذهب وكل ما نسمع بأن كميات مهربة كميات هذه الكميات تتبع لهذا القطاع وقطاع كبير جداً وأصبح له وجوده وكينونته فلا بد للدولة وجود محفزات لكي تستقطب هذه الكميات الموجودة الفترة السابقة كانت الدولة تلجأ لطباعة النخوض لشراء من المعدنين من مناطق الإنتاج البنك المركزي في النوافذ الموجودة عنده نحن نتكلم عن أكثر من 700 سوق للتعدين التقليدي فقط 70 نافذة موجودة للبنك المركزي لا بد للبنك المركزي من زيادة هذه النوافذ لأن الأزعار الموجودة حتى في مناطق الإنتاج تعد أقل بكثير من الأزعار الموجودة في العمارة لذلك لا بد للبنك المركزي من متابعة لصيغة لهذا القطاع مع وزارة المعادن وجود حوافذ وضوابط خصوصا أن العام 2020 كما ذكرت لك يمنع هو استخدام الذيبق التجربة التعدين الصخري جاءت بها التجربة الروسية الموجودة الآن من شركة التي ذكرتها في بداية حواري معك أثبتت نجاح كبير جدا لأنه نتكلم عن إنتاج بلغة حوالي 3 شركاتها 3.172 كيلو أعلى حتى من شركة الرياب للتعدين أفتكر أن هذه التجربة يجب دراستها بطريقة مثلة لكي تنشيط هذا القطاع وتحويله لإنتاج أو شركات إنتاج شركات التعدين لأنه تعتمد على التعدين التقليدي فإذا تم جذب هذه الصخور أو هذه الذهب الخام لشركات الإنتاج مباشرة يمكن حصل ويمكن تقليل الفاغذ الكبير من الذهب نعم أشكرك جزيلا شكر دكتور طاه حسين المستشار المالي شكرا جزيلا شكرا جزيلا ننتقل عقب الفاصل إلى طائفة من أخبار الولايات الاقتصادية شكرا جزيلا